اشتركوا في القناة 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 غير طبعاً التمثيل والقصة وزي ما تتكلمته عن السينمائية أقوى شي فيها هو التصميم الديزاينر اللي يشتغل اللعبة المصممين تصميم إيش بضبط تصميم يعني بشكل عام من الجيم بلاي إلى اللعب يعني أنت تبدأ اللعبة تمشي بخط مستقيم أول ما تبدأ تأتي القصة تأتي يجي كهذاك يدقى لك الباب وكل شيء خط مستقيم فقط بعدين يصير لك كم شيء فجأة يطلع لك كمبس يقول لك أوكي تحين تقريبيني سار وعندك اتجاهات بوصلة 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 فالاوت واللعب هالي اللي تجي فوقي معي يعلمك أن أجاكشون أول ما جاتني البوصلة جاني إحساس كده جميل قلت الله والله يفيك زيك بالضبط قلت آوه اللعبة بعدين تكمل تمشي وفجأة تقول أوه أترك 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 اترس 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 تارس هل حسنا مص Renee اترس تحاكي الجيل الأجهزة الحالية وخلينا أقول لك الجيل الحالي من التطوير صحيح مع تحفظ بالأشياء الحلوة التي كانت قبل طبعا طبعا يعني مثلا اللعبة ما هي خطية لا صارت عالم مفتوح زي ما تفضلت اللعبة صار فيها واقعية أكثر من ناحية الحركة من ناحية يعني أكسد حركة الإنسان يعني حركة الإنسان الوقت اللي يأخذه كانت هناك حسنو الانيميشن يعني الانيميشن يعني لو تشوف الأجزاء القديمة كانت تحسنها أركيدش شوية تحسن ربوتات كذا صحيح تحسنهم يعني أركيدية شوية تحسنو كان الحركات زي ستريت فايتر في اللي ما يجي الضارم قصك زي بيناتها و دي برمايك راي مطران يسسس صح هنا لا تحسنو فيها واقعية بس مش الواقعية اللي هي اللعبة كلها صارت بك لسه في أحساس الهاكنسلاش لسه قاعد تجدد وتكمل كمبوات يا رجل في ماجيك بس عبا هوية مختلفة يعني بطيب من ناحية اللعب يعني الماجيك طبعا يعني موف كل شي بتلقاه في أماكن معينة يعني في أشياء معينة بعدين حتو طلالك في اللعبة بس أنه لما نشفت المؤثرات كيف اللي طبعا مع الجرافيكس و كذا ذكرت انفاموس فقعد يعني في أشياء كذا شفتها زي ذكرت انفاموس التأثيرات تذكر انفاموس كيف كانت النيون كيف كانت النيون الاوضافة الاوضافة النيون الموجة لتصمي في أشياء النيون بس في الفيس 4 والإضافة هاي هاي نعم فتعسس انه اخذوا شوية من هنا اخذوا شوية من هنا اخذوا شوية من كل الألعاب القوية اخذوا منهم الاشياء الكويس اللي عندهم و طلعوا لك نتيجة صراحة يعني اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسا بترجمة نانسي قنقر هكذا كنت تلك ترجمة نانسي برنا . و ترك it to the life فريزنت ايفل 7 موضوع السورفايفول هورور يخدم موضوع انك انت انت مكان مخيف تكون مخيف ما تشوف اللي قدامك ولا تعرف اللي وراك عشان تخاف يخدم نوع اللعبة اوكي يخدم التوجه لكن احس انه كان ممكن يسوون افضل لكن ممتاز اعتقد لو هي كانت بس اكشن كان ايه خللوا الكاميرا بعيدة شوية بس انه هي كمان خحطوا فيها السينمائية فتلقى لازم الكاميرا تكون لاسكا عشان تحس انك كريتوس ويبغونك تشوف العضلات هذي عشان من جد تحس انك كريتوس كان ممكن تدري شو سوون كان ممكن يعني يخلون مو كاميرا من فوق زي كاميرا الدارك سولز ممرة قريبة على الشخص بس في بعد معين يصير يعني تقريبا تشوف زاوية كبيرة فهمت تقريب شوف اللي شوي على الجنبه و شوي على وراك يعني ممكن يسوونها لن تجد في هذا المواصل ممكن يسوونك ممكن من الموسيقى تصبح مواصل ماذا؟ ماذا؟ اتصل 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 يا إلهي ليس من هذا الطريق يا إلهي لماذا تجعله؟ بس كنت أحد والذي كانت تحسنة لكن شخصين غير مخفضة ومعني بحكم فأنا أكثر ومعني بحكم لقد أخذت مخفضة ومعني على البحث ومعني بحكم باتمان ورابين باتمان ورابين باتمان وبروس وين أنت ليس جيداً أنت ليس جيداً أنت ليس قليلاً أن تركت رجل أن تركت رجل أن تركت رجل أن تركت المطلوب و1000 مجرد يتركوا الناس وعنوا الناس لانت ليس شارك أمان واذا تركت رجل فمرة عجبتني طريقة كيف انهم خبوا اللودين وخلوا اللعبة كذا سلسة كما قلت مفصلين يعني تفصيل مضبوط لعبة لعبة تأسرك من اول ما تلعب يعني حتى استخدامك للجوال بيقل انت تلعب مكفر ما انت كذا عرفت كل شي عاجبك في اللعبة مرة عجبني الوص اكبر انت نحن فيها نعم اتريس تلعب هنا جا إذا كان لدينا الوقت يا رجل في البداية حاول تروح لماكن الثانية بتلقي أسرار واجد خاصة في البداية مرة واجد مرة واجد وبتنفعك بعدين في الأفغريج طيب أنا أقول خليها لسبوع الجاي بكمل 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 شكرا في مكان في بعض الأشياء الجانبية أكون قاعدة دور شيء استكشف أشياء لأتريس يقول حسب قلت أنه لازم نستكشف قاعدين نستكشف بس عشان موارد عشان نستعدنا في أقرب مخرج تصريبها في أشياء كثيرة باقولها أحمد بفضل حبيبي قول لا تحرق بس هلا هم بس هلا هم الفكرة يعني أنه نخلي شيء بعد ما أخلص اللعبة فالحلقة الجايية يكسد لما نخلصها فأكيد إذا في عندك شيء تقوله تفضل بالعكس الناس سيستمتوا عنها ومد أزالت وأنا حستمتها أنا زالت ما لكم داعي ما تبقى تقول شي زيانا؟ ما لكم داعي والله أكيد؟ قولوا لأحمد وأحمد ما خلوني أكيد طيب داعي يا أحمد كنت بكمل بدون معه نعم بفرصة بس ما رش كنال كتمح طيب بس عشان نقفل اللعبة بالنسبة يعني تنصحوا مين؟ كل أحد فوقت ١١ كده ما عندك بيس فور رح اشتري بيس فور ولا تهرف روح تسلفوا من خويك ولا شو بلك حل صحي من إنسان بالغ عاقل تقى تفرق بين الأشياء الزينة ومزينة فوق ١٨ سنة فوق ١٨ سنة آآ العطاري أنتو برو؟ 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 المهم المهم أنا مو برو والمروحة مو بشغالة حتى بالبرو لا أعلى مروحة يا رجال أحسن قاعدين نقلع أنا الله مروحة استعمال هادفونز ما اسمعها شي أنا علّيتهم والصوت أهلي يدقون الباب ما اسمعها أبوي أبوي قافلهم أبوي هاي صع الصمح مصحين ينتم تقدك فعلياً اللعبة هذي لأنه فعلاً حتى الصوت فيها مهم يعني لأنه حتى في القتال تبو تعرف من وين يعني حتى الصوت يساعدك نفس الشي عندي لما مثلاً الولد يتكلم أبغى عرف هو وين قاعد يتكلم وين فإفرق معاك الصوت صراحةً فغير نسالفة إنه المروحة عالية في الباي سيشن برضو كمان الصوت ينفع فهذه من الألعاب اللي فعلاً الصوت فيها أعلم الباقيين لم يجدها الساوند فعلاً اللي أنا رافعه أعلم الباقيين هل تحس كده بقش عريرة هل تحس كده بقش عريرة هل تحس كده كوابيس لا 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 طيب رواح واضح نكمسك نفسك في شي تبتقولوا قبل أن تقلوا يلا يلا خلاص فتكلم عن اللور أو الباك سوري حق الله بقصة بشكل عام طبعاً بدون حرق بدون حرق كريتوس كان يضارب مع آلهة و أول فالعاب و ثلاثة و أولهة و ستقلوا ناس جداد أو الفولك الرور حق وش اسمهم اسكندنافيا نورد نورد فتك عن اللور حق اسكندنافيا فالشخصيات اللي تقابلها و أاتريس لما يسولف و يحكيك قصص عن ما أمه قالت له عن آلهة اسكندنافيا ففنصل السوالية في اللي بينهم و أنتم تنتقنون بالمنطقة المنطقة لور مختلفة يجب أن نتكلم على اللعبة بإذن الله أريد أن نقوم بلقاء أنا معك سأقوم بلقاء لا، أنا معك لا، أنا من معك لأنني لا تتكلم معنا لا، أنا محبت بلقاء حلقة الجاية سأخذت حلقة الجاية عالة تكون حلقة تحرك لا، لا، لا تصير فيه ورؤية مرحة نعم، دعني أن أخذت هل نخلصها؟ لن نكتب تكلم موسيقى 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 موس Tackle باثل رويا لعبة أجواءها ثمانينات ولكنها في المستقبل في عام عشرين ثلاثوعشرين فقصتها Lamb موسيقى 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 المشاركين في البطولة لعبت فاركراي بلاد دراجون هل تريد؟ هل تريد؟ هل تريد؟ هذه المشاركين في البطولة ستيم جي تي اي دفع المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة نحن بموضع و كم نحن فقط نحن فقط نحن نحن بموضع إنه مجدداً لأطفاله يعني شف في كثير اشياء من قبل شايفينها؟ بس جمعوها في اللعبة هذي يعني في اشياء كثير من ويلد لانت في اشياء كثير من فار كراي من قبل فما ادريوش بيقدرون يضيفون المرة الجاية فا.. يعني ما سمتعت وانت تلعب لا اللعبة رهيبة لعبة وامتازة يعني بس اذا نزلو لنفسها اللعبة مرة الجاية ما راح يكون مبسوط يعني هل المشكلة في طريقة اللعب ولا مشكلة في القصة أو مشكلة في الشخصيات Ubisoft 8 وريمبو 6 كم تعطيها من عشرة؟ سبعة ثمانية شي زي سبعة ونصفة طيب ننتقل لاخر اللعب عندنا في الفقرة اللعب لابناها المونتبلاير في فار كراي ايوه كوب كوب مو الكوب كوب لا انا قصتي اللعبناها وانت دبي مع بعض اه اوك ليش تسجيل تي ما تتسيب يعني القصة لما نلعب اخش عد عند دبي هو يكمل في قصته وانا عندي يرجعني بالضبط زي كني ما سوت شاي عني دبي هذا الشي لازم يعني يعدلونه اذا في والد لانز نقدر نسويها اذا في بورد لانز نقدر نسويها ليش بفار كراي ما نقدر هذي مشكلة تصدق يعني تخيل تروح تعيد نفس الشي اللعنت سويته مع أخويك هذي حركات قديمة هذي حركات قديمة اول ما بدأوا كذا الانلاين شوية صحيح هذي عب كبير هذي عب كبير طيب في شي ثاني تبتقوله يريدنا نجرب الاركايد لعبت الاركايد كلها خرايط ناس يمسوينها ايه وبتحكم فار كراي الخايس لا بس بس احسن خرايطه بتبدأ تنظف شوي شوي لما يعني ايه ممكن ايه بس ايه نفس القيم بلاي نفسه ما اضعب مو بضعب رح لعب كارف دوتي احسن لك ايه اوك ما ادري ليش ضيع وقتك في ضيع في الاركايد تكسد هذي مشكلة الكامبين ايه عن الكامبين انا نقولك ليش حتاد انه في عدو ماني قادر اتذكر اسمه ايه ليش حطته في اللعبة صماما افايدة يعني غير هذا جان و فيث كويسين يعني يلحسوا مخك خريطة احسها كبيرة بزياد ما ادري يمكنني طفشت انا من اوبن وولد جيمز اللي تحت ايه اللي تحت اليساري تحت سقيم حتى البوس باتل كان خايص ايه ما ما يعني يحتاجون يصغروني اثر عليك دبي رواح لا لا صدق هذيك هذيك من اول حلقة قايلها ما عجبني حتى نوريك الديمز بيني وبين مالك اقول له ما خش مزاجي وره ذاك بس في اشياء كثيرة حلوة في اللعبة ايه تستهب حقت الشالنجز حقت الوود راكرز حقت هذيك كلوتش ماشي اسمه كلوتش اسمه كلوتش مينو هذيك اللي فيه اللي تروح لالصخرة او شيء كذا مكتوب الریکرد حقية تيجي انت اللي صابقنا انو اياك ااهم ميروكوت ايه هذيك المهمات مرة رهيبة ومره يعني اي انا ما عجبسني انتسته ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر انا بس اعطيك رجل 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 س Tack u موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 وبالعكس اللي قاعدين قدموه والله يعطيهم ألف عافية شيء يعني الواحد يفسخر فيه صراحة والله يقويكم وإن شاء الله يعني السنوات القادمة تكون أفضل وأفضل بإذن الله وتكون مليئة بالنجاح وإن شاء الله أنه أنا يعني بحرص أنه أنت أكيد حريص أنك تحضر إن شاء الله سنة جاي إذا قدرت يس إن شاء الله يعني أنا قدرت أحضر سنة هذه ما قدرت سنة اللي راحت بس قدرت اللي توقع رواح ممكن ممكن يروح لكويت بعد كده مرة واحدة راح وخلاص معنا ماذا عند مسكين رواح الأديتينج شاربا مزبوط طيب إحنا كده إحنا موظفين طيب عندنا شغل فلتين أنا كمان عندي دوام في الجامعة كيف ونعطيك تصريفه شكرا أنا كمان من دوام يعني في الجامعة طيب لا بس عدد كم عدد الساعات على حسب كل ترم يختلف يعني مقصد أنه يعني تقدر ربط الموضوع لأ بس هو لما يطني أبدا لا أنت لما تطلع من الدوام خلاص أنت انسيت الدوام إيه أنا ما نقام الليل من دوام انا عندي واجب لازم يسوي فجأة يطلع لي كوز بكرة فجأة عندي اختبار بعدين قال لي احمد يقول لي اسماع لازم الفيديو هذا ينزل يوم الاثنين ما تيمديكت منتجة هل؟ اجي يقول لي احنا بنسجل اليوم او بتعطيني بس يومين عشان منتجة طيه مو مشكلة هذه معنا زي الكرف انا عارف هذا الشيفة اعطي تصريب لا بس يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون في فرصة ان ننضح مع بعضها هتكون ممتعة والله الفيديوهات اللي فيها اكثر من منظور تطول هذي مرة تقد فوق 12 ساعة تمنتجها مثل فورتنايت ولي قبلها وش كانت سيتا سي وثي اشكروا رواح المجهود اللي قاعد تسويه الله يضي العافية انفع نرجع قدفو لا لا ما ينفع اليوم في احداث كده صارت ساعة تسعة ساعة تسعة طي مو مشكلة انت ما جيت الا سباب اي بس يعني طولنا مرة لا تحطى فيني قاعد فور اخرت وقت مرة كافية بس يعني اللي ابو اقوله انه في القصة قشعريرة تجيني في الاحداث في الاحداث ذي درجة مأثرة فيك اللعبة انا مأثرة فيه لدرجة انه قاعد تتكلم عنها بعد نعمل عنها قاعد يتذكروا لما نتذكر اقشعر جسمك خلاص يا شباب عرفت انه اللعبة اوه 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 منون اوه 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 حجم اي الان اوه المشكلة انه ما في تفاصيل ما قالوا كم لعبة ما قالوا وش الرعب اللي فيه حتى السعر أظن ما قالوا ولا التاريخ حتى الاصر قالوا بس السنة يعني في هالسنة فينزل لا بس يعني منطقيا أكيد أنه حيكون شي ما هو أقل من اللي تجربة نتندو مع الأجهزة موهنة أنا أجيك في الكلام كان جت فترة أعلنوا فيها من المصنع أنا ناسي اسم المصنع بس لما جاسم المصنع طيب الناس ضايقا لأنه شاف أنه هذا المصنع سوى صنع عشية ثانية ما كانت كويسة زي كوالتي الناسي مش كانت بس أنا أتذكر أنه هذا أنه قال أعلنوا من المصنع وبعدين سحبوا الاسم يا أنه مكنسلوا معاهم أو خلاص بس أخفوا الاسم بس بغض النهاية في النهاية حيطلع شي في النهاية إن شاء الله يكون كويس لأنه كان فيه مكي درايف صغير أو جانس الصغير نزل السنة اللي راحت أظن وكان سيئ جدا ما أتذكر أنه نزل صدق إي إلا إلا نزل حتى كنت أبوشتري أنا حسنا حسنا اي جين اي جين اللي يعني متفتح أكثر لأي لعبة معطينا خمسة من عشرة ريبيو حسنا حسنا وفي التفاصيل أنه ما تشتغل زين ومدري في في مشاكل حسنا اللي بعدها عندنا شين مو ون وثو ريماستر بينزلون على إكس بوكس ون بي أس فور و بي سي هالسنة ممتاز و بيكون فيها أصوات إنجليزية ويابانية تقد تغير بينهم حلو يعني إذا أنت ما يعجبك ووضوع دبلجة الإنجليزية هذه التعبانة اللي رايح في أمها تقد تتغير الياباني أنت ما حتفهم ممتاز بس فرصة كويسة أنه بس يعني فرصة كويسة أنه أنه يعني الناس اللي ما جربوا شين مو يرجعوا لها مرة صحيح ويقولك فيها فيها خيارات مرئية أو فيجول أوبشنز للبي سي بس ما حددوا شهي توقع بس هاي غرافيكس ممكن مودز أو مودز مادري بس يقولك برضو تقدر تغير ما بين التحكم القديم والجديد الجديد يكون زي الألعاب الحالية يعني غير كذا الريزولوشن تقدر تغير الريزولوشن لكيفك طبعا هنا عشان الفيسي ويقولك بتجي بتنباع فيزيكل وديجتل يعني تشتريها ديسك تقدر تشتريها ديجتل طيب خبر اللي بعدو رسمياً تمت الموافقة على لعبة غاد اف وار في الإمارات والبحرين ولبنان وحنا لا الله يخلف علينا للأسف 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 سبب المنع طبعاً كان واضح وصريح اللي هو اسمها قاد توقعتي غيرونا آلهة توقعتي غيرونا هيا يا أخي بس يعني ما عرف أنا يعني طيب انت الحين لو تجي رب المنزل طيب يعني هذي برضو يعني ماني فاهم يعني لازم واحد شي تعبده يعني يا رجال يعني أشياء عن آلهة اليونانية وذي تدخل ككتب كأفلام تدخل بأشياء ثانية بس كده ترى بس لش اللعبة يعني تكاعد تم منع كتبنا تدرس عن العالي هولي في جاهلية من منعت الكتب في المدارس عادي يعني بالضبط حطها زائل سكعها بزائل ثمنطعش خلاص حلال يعني أصلا كلمة قاد بره اللغة العربية ومادري حتى في اللغة العربية إذا هذي يتطبق عليها ولا لا بس علق البرة في لها معنى ثاني انه موب موب انه الواحد الاله ولا هذا لا معناتها انه شي قوي مثلا ممكن يعبر عن القوة موب يعبر حتى لما يجي يقول لك برافت موب فوقي يعني برافت مو شرط قصدهم رسول او نبي يعني واحد رسول كرسول انه يرسل مع رسالة بس ايه فا يعني ما نعرف الخلط في المعتق يعني انت كنك صنفت كلمة لها عدة معاني مو هذا هو لشي مرتبط في عقيدتك الدينية طيب في عقائد ناس كثير ثانين في مفاهيم ثانية للكلمات فا من ال ليش فيلم هيركليز مو ممنوع نفس الالهة صحيح ليش هلم هيركليز حق دزني مو ممنوع قال لك الشرط شوه نفس الفكرة بكرا يقفلون هيركليز واحد من الالهة بكرا يقفلون بكرا يقفلون البودكاست حقنا يقول لك ليش اعترضته تخيل يعني انا اله استغفر الله ماني فاهم اشتخل ذا في ذا بس تتغفر حلا ما اعرفش علاقة الموضوع بس بس قفل مكيف بالله تكفل نعم معايا عموما اشوف انه فيه استياء عام موجود حتى في الكميليتي في الاجتماع الجيمري انه ماهو منطقي المنع في محتويات كثيرة ممكن ترجع لها سواء في اي شيء سواء في الكتب المحلية زي ما قال رواح في المسلسلات اللي ممكن تلاقيها في نتفلكس او سن حتى كمان في ام بي سي افلام الموضوع ماهو بالسطحية هذه انه مجرد مسمى شيء في كلمة يعني تمس عقيدة الدينية ممكن انه يؤثر علي بشكل من الاشكال فصراحة ما اعرف انا شوف انه هذه خلك واثر ايمانك وبس ايه يعني رجعية صراحة في القرار وفي تنفيذه لكن انا متفائل نحن في عصر تغيير وفي عصر يعني تصحيح المفاهيم فباذن الله انه الشي هذا مرح يعني يكون له يعني استمرارية كثيرة اتمنى انه يعني فعليا اتوقع انه مسألة وقته تسمح للعبة لما شفت فيلم باسمان برش سوبرمان ستاتش وحك سوبرمان كاتبين عليه فالس قاد الاله الزائف ايه في الفيلم تشوف كذا فالس و تشوف قاد مش طوب عليها يعني في الفيلم شاطمين عليها في الامارات يعني ليش ما ادري يعني قعد تقول اله زائف هذا اللي فاهم مش حافظ ايه حافظ مش فاهم ايه خلاص انا بالغ انسان كبير اقدر اتعامل زي ما قال احمد تقدر تميز الصح والغلط مو ضروري انه اي شيء يأثر علي فما اعرف صراحة ان شاء الله ان شاء الله يعني خلينا نكون متفائلين ترى في اشياء كثيرة كويسة صارت من جي كام تحديدا انا متفائل وبعدين انت قاعد تكلم عن عن القيادة اللي موجودة الان في السعودية يعني الله يطول عمر الملك ولي العهد محمد بن سلمان وكل الناس اللي معاهم ترى ناس متفتحين جدا ويلعبوا فيديو جيمز ويتفرجوا مسلسلات وفي دعم قوي قاعدين نشوف للقطاع فيديو جيمز عندنا في السعودية للانيمي قاعدين نشوف اشياء كثيرة برضو في دعم للفنانين والفنانات فمتأكد ان الموضوع رح يجيلو يعني اكيد انه بيوصل خبر للناس اللي فوق الكبار وبيعرف ان الشي هذا المفروض انه ما يصير فان شاء الله انه يتغير قريب طيب الخبر اللي بعده الخبر اللي بعده غادف وور يقولوا انه في بنروح الخبر اللي بعده اللي هو حق هل بلايد وصلوا خمسين الف مبيعات في اكس باكس وان وراح يتبرعون بخمسة وعشرين الف دولار لمنتل هيلث اميرك 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 ترحب مرح ممكن اذا ادخلتها ودعبتها طب كانا شلتها من الملف انا قلت لأحمد انا هو وراني معها لقيت له أنت ليس أنا اللي حطت الخبار فما أقل أنا اللي حطت شيل يا عمي شيل ما عندك أنت من الناس اللي كنت تسوي الملف من سنين يعني جات على الحين طيب الخبر أنت قلت أنه لعبة هالبلايد على إكسبوكس وون بعت خمسين ألف في أول أسبوع وتبرعوا بخمسة وعشرين ألف لصحة الصحة العقلية أو مؤسسة الصحة العقلية أو هيئة الصحة العقلية في أمريكا وقالوا أنه إذا وصلوا مئة ألف نسخة راح يتبرعوا بخمسين ألف برضو طبعا شي جميل جدا أنهم كيف قاعدين حتى إيرادات اللعبة قاعدين يسوي فيها أعمال خيرية شي جميل جدا صراحة واللعبة جميلة يعني تساهل وبرضو على طاري المبيعات لعبة وي اوت باعت مليون نسخة فقط أكثر من أسبوعين والله كويس على لعبة ما تحتاج إلا نسخة واحدة منها عشان تلعبها يعني تقد قلت أنين مليون لعبوها مرة حلوة اللعبة صراحة حلوة اللعبة أنه حتى كمان أنا توقع أنها تبيع أكثر طبعا تسك الخمسة مليون أتوقع والله؟ ايه توقع لأنه من الألعاب الممتعة أنك تلعبها مع صديق أو مع أخ أو يعني تلعبها مع أحد ثاني وتعرف الناس يبغوا يدوروا ألعاب زي كذا كثير يعني فأتصور أنه يمكن خلال السنة الجاية ممكن توصل خمسة مليون توقع توقع الشخصي بس يعني مو بالضروري أنه يصير شي هذا والدليل أنه نجاحها هذا يعني قرر إنهم يقول لك نشتغلوا على شي جديد كمان نفسه وشي كويس صراحة التطور اللي شفناه من بين براثرز لأوي اوت كان شي ممتع هي ما هي من العاب اللي تقوله هي لعبة حلوة ممتعة بس يعني عرفت وما هي طويلة مرة صراحة السمتعت فيها مرة لما العبت لعبت ههدبي لعبت شوي منها ووأستنى تركي متى يفضأ ونلعب سراح طيب طيب الخبر اللي بعده اي اي يقولون احنا تعلمنا من خطائنا وواضح انه اللعبيين يشوفون شركتنا غير ما احنا نشوف الشركة احنا نشوفها زي ما هي حقيقتها احنا نشوف قرونها وديلها والشوك اللي في يدها بس يعني يشكروا على مجهوداتهم في تصحيح الموضوع سواء لو كان موضوع بس لبزنس او حتى انه انت عشان يعني هل تترجم الى انت عشان انا كان ممكن تسفق معاك لو شركة ثانية بس اي اي كان مرة قالوا نو احنا بنصحح احنا بنصحح احنا بنصحح تققيقين نحن الموضوع صححوا الموضوع تصححوا الموضوع صححوا الموضوع في الاماكن اللي الناس دمرت صححوها باتل فرونت شهر جديد انا انا اتفك معك هذا انا اتفك مع التجاية احنا الوضع لعبة سباقة فورزا هرايزن فورزا هرايزن بس فورزا هرايزن يمكنك أن تطلع لوتباكس لما تلعب نعم لما تلعب يمكنك أن تفعل هذا الشي توقع توقع تقدر بس أنه أكيد مخلينا مره بس شوفت رأيي اي 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 انا مشكلتي معاهم انهم يقلون هكذا مرة يعني قالوا ها ساروز بات الفرنت الأولى الناس تشكنوا ليش ستين دولار عندي مراحل بس قليلة ولا في سنجل فلاير طيب و دي أل سي خمسين دولار لأن كل ما فات وش هالكلام الفاضي أعرفت الناس تشكوا وقالوا في E3 حتى في برزمتيشن أنه بعض الانتقادات للعبة أو بعض الكلام كان إيجابي وبعضها كان نقد بناء طبعا نقد بناء هذا كله كان سبب بس طبعا كشركة لازم يقولوا هالشي أوكي ما في مشكلة قالوا هذي ساروز بات الفرنت 2 بيكون فيها طور سنجل فلاير وبيتكون في ملتي بلاير كامل ما في دي أل سي مدري كامل خلاص كل شي بتاخذه كامل وش حطولك حطولك هال لوت باكسز اللي اللي بيدفع فلوس حيفوز نعم عرفت فكذا مرة يكررون نو احنا هنعدل و بنسوي ويجو مو بانو والله يحاولون يعدلون ولا لا يخبصون لك إياها بطريقة ثانية عرفت فأنا عشان كذا صراحة يعني مع إي أي مع كل احترامي لهم أنا أنتظر ليما فعلا يصححون مرح أنتظر ما حاخذ كلامهم صراحة هزم واحد فوق تتغير أبشوف ألعابهم اللي بتنزل نزلت ألعاب زينة ما كان في شي خلاص أنا بنظري كده تغيره مو بزي الشركة ثانية الشركة ثانية ممكن إذا قالوا كلام بقول أوكي إن شاء الله نأمل أنه حيكونوا كويسين يعني حتى دي السيني وهي دي السيني خلط بي نزل الإكسبانشن الجديد في ماي والمابات الملتبليير في كروسبل متاحة للجميع سواء شريت أو ما شريت دي لسي وهم يعني مع اكتفجن يعني ملاحظ أنت هذا شيء إي أي لسه يدفعونك 50 دولار على ستار وورز عشان تشتري الخرايط وتلعب مع أصحابك معلش طيب الخبر اللي بعده صار اللي هو مونسر هنتر وولد صار في أبديت جديد أنا حطيت لكم إياه أنتم عاد حقين المصدر هنتر بأدي ويش صاير أنا قاعد أشوف كذلك إذا تقدرون تختصرونا يكون كويس بعد في أرمرز جديدة في ماب جديدة في تغييرات كثيرة صارت حتى في في اللعبة نفسها يعني صار في مثلا حتى تقدر تغير خط السبتايتلز يعني كان تقدر تزود حجم السبتايتلز وهذا كانت واحدة من الشغلات اللي كنت متضايق منها أنه أنه في شغلات كثيرة في المينيوز كانت ضايقني أنها كانت صغيرة فهذه برضو مش شغلات الكويسة قالوا إيش كمان الانفستيقاشنز سكرين ضبطوها بطريقة معينة ما أنا عارف كيف تقدر تبيع كل الأشياء التريد التريدبل هذي تبيعها مرة واحدة يعني إزال ايتك اسم التريد بطريقة معينة وحتى آل ايتك يعني إزال ايتك مثلا ما تبيعها مرة واحدة الذي يصدح بطريقة كثيرا كثيرا حسنا السبب تحسينات تحسينات في تفاصيلها الصغيرة تحسينات 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 لايجرد تحسينات طيب لعبة جيدة اسمها ورلد الديمنز لعبة اكشن أم انت سامراي ضد يوكاي ديمانز في الفوكلور الياباني شكلها كأنها تتحسينات كوروكامي من ناحية الرسم شكلها زي وكامل أعتقد أنها بس على الجوال نازا صح على الآيفون والآيباد ما ظننا إذا نزلت ولا لا بس أعلنوا عنها أنه بتكون حتى free to play فهي تحبس تجربتهم هذا يمكن تجربة بلاتنوم جيمز للجوال هذه أول لعبة جوال أو كان عندهم شي ثاني ما توقع لديهم شي ثاني بس شكلها مرة يحمز صراحة يعني شكلها لطيف طيب الخبر اللي بعد والأخير اللي عندنا تطوير أو خلينا نقول لكم أبديت جديد لنانا كوني 2 عندي خبر بعدها عندك خبر بعدها طيب أحمد أنت لعبت اللعبة أي عدة لو فيها أشياء يعني هذه من أول أنا شايفة عب من الأشياء اللي كانت غريبة لما تجي تسجل في اللعبة وفي أوتسيف وسيدي بتبي تسجل مانيول تدخل المنيو حق الكاركترز كده تلقى تعرف ستاتس مدري إيش مدري إيش مدري إيش تلقى تعرف ستارت أبدي إيش ستارت لكي يتطلع لك منيو حق السابق يعني مخابين للمنيو حق السابق جوة منيو ثاني جوة منيو ثاني طريقة غبية جداً مدري إيش بسي 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 لا نحن نتكلم فيها أوتسيف صح؟ نحن نتكلم مرعبني قليلاً تستطيع الوضع تستطيع الوضع من الأخيرة نعم الأخيرة الأخيرة نعم المترجم للغاية المترجم للقصة تقريباً كان موضوع 3 و كان موضوع 2 اه مساحه الانفجار ريب تاير صار سرعته اقل كان ثلاث عشر صار ثلاث عشر يعي تحكه بسيطه هاي تريسر اللي اول تغيير يجيها من ثلاث سنوات من اول منزلات اللعبة ايوا البولسبوم صار من اربعمية و ثلاث مئة الدامج حقها انا السوبر حقايا دامج تسوي اربعمية ناسم حقايا مرة مرة قل مرح تكون ذباحة التانكس مرح تصير مر ضيفة بس كذا تقعد يعني تقروشها ايه تروح للسبورت لوسيو صار لما يمشي عالجدار مم لازم تنط و تدر تطلع عالجدار الثاني خلاص على طول حسناً مكري 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 سونيك هارو سونيك هارو سونيك هارو سوع الكاميل سوء يا سيجاه ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 موسيقى اشتركوا في القناة المترجم للقناة أشتركوا في القناة هل يوجد مني تاكتيكاة انتصار مما لنصار الأخضر تصر ما إذا كانت؟ أشتركوا في القناة ماذا ناحقة الخاصة لا، أنا أبغى التحركون أبغى الوضع موقعك يأثر وين ما هاي لما تسوي سرف وهذا فوق الجبل يمجي شيء والله يمديهم بيسومون شيء رهيب لو شارجات سوا فلاي عارف هذي دورين يصير كثرة البوكيمونز هذي بتعقدهم مرة رجعون شوية البيسكي أنا ودي يشيلون الزيتاك مغاولوشونز مغاولوشونز تيركس ثلاثين تيركس ثلاثين تيركس ثلاثين تيركس أقل كيف تجعل الأحسเลย ليحفظ لا يزال إنه لون قفصل نعم مراد عبدالله يقول سؤال لأحمد الراشد هل أو سهلة يقول الآن في سهولة لسمع أي ساونتراك لأي لعبة من خلال يوتيوب أو آيتونز أو سبوتفاي قبل 15 سنة هل كانت الطريقة الوحيدة لسمع الساونتراكات الساونتراك هو إعادة لعب اللعبة أعتقد كثير يمكن سوها الطريقة لكن أنا أتذكر كنت أول أول شي قد سويت أني أخذت الموسيقى من الألعاب أني حتى مو نزلتها مبي ثري كان مدي الفايل الفايلات هذي اللي اللي عادت نستخدمونها في الألعاب جو اللعبة الأصوات يعني مدي الفايل هذا يشغلك موسيقى بس إنها كلها بالكمبيوتر موجودة الأصوات هذي اللي لقي كذا 14 كيلو بايت مره مره قليل حجمها فهذه بداية كان مع الساونتراكس بعدين صار 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 تنزلها مبي ثري صار في مواقع يعني حطونها عادي وتنزلها مبي ثري وبعدين شوي شوي لما انتقلنا لليوتيوب طيب غير كذا عندنا مشاركة اللي بعدها لا 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 مشاركة اللي بعدها عندنا مالك تي اس هذي فوجه دخل فعيوني منوّل وانا اقول حطوني هناك مو تراضي مكيف انت المصر على المااكل مكيف كمّل كمّل أحمد كمّل 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 أحمد كمّل بالك تي اس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كمّل عشان موجّع عليّ أنا الوحيد اللي موجّع عليّ داخل في عيني المكيف عندي سؤالين المصر فخليه موجّه عليك يقول لي أحمد كمّل بادن يصول بفوق حتى شايف أنا علمك كمّل كمّل أحمد خلنا جسينا عشان المكيف دبي بغى المكيف وقلت أوكي رحنا سويناها حلقة حلقة الجاية جاية كمّل كمّل أحمد مالك تي اس يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا؟ ترجمة نانسي قنقر ما؟ بس يمكن علشان انا من الناس اشوف انه ردود الافعال فيها مبالغ شوية يعني ما اشوف انها من افضل لعاب القرن مثلا بس اشوف انها لعبة مهمة جدا ورهيبة بس يمكن دائما انتقد اللي هو يعني كل واحد حرف رايه في النهاية بس انه انا ما اموزي بقية الناس الاغلبية من الناس اللي شافوا انه اللعبة لعبة عظيمة هي اللعبة ممتازة جدا لنسي قنقر شفت شي كويس انه قدمت ناس كثيرين يعني قدمت نوع من عملية اللعاب اللي شوية تكون تحس انها اقرب الهارد كور لناس كثيرين ما يلعبوا عملية هارد كور وشفتهم بعيني شفت ناس كثيرين حتا في الفيميل انا انه البنات اللي يلعبون فيديو جيمز تلقاهم الألعاب اللي لعبونها محدودة تلقى دائماً واحدة منهم Last of Us تكون من الألعاب اللي أثرت فيهم بس أنا بالنسبة لي أنا يعني اللي ألعب كل شي تقريباً ما أشوف أنه اللعبة وصلت المرحلة أنه تكون مثلاً من أفضل خمسة ألعاب عندي فرأيي هذا مو بالضرورة أنها ما عجبتني بالعكس اللعبة مروا متازة وحلوة وما حد يقدر أنا شوف بنفضل حصريات سوني بس زيك ما أشوف أنها من أفضل ألعاب الجيل أو يمكن من أفضل ألعاب الجيل اللي رائع بس أنه ميب أفضل لعبة في قن ولا هذا لا أنا بالنسبة لي Horizon أفضل منها ويمكن قاتل فور الحين أفضل منها يمكن لا سباستو تكون أفضل منهم كلهم ما ندري شاركة اللي بعد عندنا فهدينيو يقول السلام عليكم عليكم السلام يقول عندي سؤال موجه لأحمد الراشد في أسئلة موجهة لي كثيرة في اليوم يقول ليش أنت نوب بشكل كبير مرة في فورتنايت يقول شفنا حقيقتك في آخر مقطع فورتنايت وقعت من كلامك في الفودكاست أنت وذبي أحسبتك محتر في درجة أولى ويضحك ترجمة نوب بشكل كبير محتر في درجة أولى ويضحك ترجمة نوب بشكل كبير محتر في درجة أولى ويضحك ترجمة نوب بشكل كبير محتر في أولى ويضحك اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألعاب غييمين حسنا